السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناة علام شاهين مع درساف اليوم ان شاء الله سنقترح اليكم او سنحضر معكم فطائر ملحة فطائر صوفلي بطريقة سهلة جدا طريقة ليه اكثر من رائعة كي يجيوا رائعين يعني من الاند المملحات اللي سنتجربوا مهويين كيف لقطن عاجين ناجح مليون في المئة وحشوة اللي هي سهلة والديدة ان شاء الله إذا جربتهم سنعتمدهم ستابعوا الفيديو الأخير وفرجة ممتعة وبسم الله سنبدأ اولا بالعجين سنحتاج خمسة الكؤوس عنبه من دقيق الفورس او ما يعادل 500 كرام نصف كيلو سنحتاج علبة ياغور طبيعي بدون سكر ربوع الكأس من زيت الزيتون سنحتاج ماء دافئ لجمع العجين ملعقة كبيرة خميرة فورية خميرة العجن ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من السكر كمية من الزعتر الزعتر ماشي الزعتر كي تعلق نديق الفطائر يوم الزعتر اولا سنزيد المكونات أعلى الضعتر الخميرة الفورية ملح السكر زيتون نزيد الياغورت الطبيعي بدون السكر نجمع بالماء الدافئ كمية الماء على حسب نوعية الدقيق المهم ان نزيده تدريجيا دائما الماء نزيده شوية بشوية و انا كان عجن حتى نحصل على بعض عجينة تكون خفيفة هي قاعدة عجينة الفطائر دائما نديرها خفيفة كل ما كانت خفيفة و ليس ان اطلقها في اليد ولكن اضحي من الماء لديك او ندريك دقائق فقط لا نحتاج باباك مما انجبها و نجمعها قليلا لديها دقائق و لديها قليلا في البول و نغطيها و نقوم بالماء و نحن اطيرها و نضعها في مكان دافئ و نضع الحجم اهم شيء يجب ان يكون مرخوفة و مطلوقة و لا تكون مستقيلة نضيف مقلات على نار و نضيفها قليلا من زيت المائدة بصار كبيره و يمشلضه و في الفلا صفره و الفلا خضره ممكن نضيف الفلا حمره و نقطعه مرقاق نضيفه على نار متوسطه حتى يأخذه واحد للوين أو يبدو يدباله نضيفه 300 جرام من الكفتة اي نوع كفتة عندكم انا استخدمت الكفتة جاهزة ممكن اضيفه اي كفتة عندكم نضيفه مع الفلافل و البصة و نضيفه و نضيفه ملحة و البزهر و هريسة فقط توابيل لانه لدينا كفتة متبله جاهزة و نضيفه نضيفه مطاشا لغيره و البزهر نقطعه مربعة و مكعبة صغر نضيفه و نضيفه زيت المائدة و زيت المائدة و زيت المائدة و زيت المائدة و زيت المائدة في المائدة سنتجل نشحر على نار التي تكون عالية حتى لا تطلق للماء و نجعلها حتى تطلب الكفزة مليان و لا تبقى كتبا و الحشوة تكون نشفة ضروري حتى تكون نشفة تماما الحشوة لديها نشفات ووجدات و ما نقول لكم شلال رحالة يطلع من هذه الليتون الساعتر نجعلها تبرد و نضيف العجينة التي تكون خمرها نشفة عجينة دائما نضيفها حتى تضعف الحجم ديالها تماما و نضيفها مرة أخرى نضيفها حتى تضعف الحجم ديالها تماما ثم نقطعها إلى ستدي الأجزاء فأنا في الأول دائما نضيفها و لكن ستقطعها في الأخير على ستة و نحاول نضيفه أجزاء متساوية لكي يجبني فطائر كاملين قد قد نشكل الكورات نشكل الكورات نغطيهم بالفيلم أو البلاستيك نجدهم 1-2 دقيق أو ثلاثة حتي بكل سهولة غير رتاحوا نضيف و نلقيها نضيف دقيق و نغطيها على شكل دائري نلقيها على شكل دائري و نضيف لكي يجعون الفطائر و نحاول الشكل نقوم بالفطائر و نضيف نحاول تلقيها متنا و نضيف نجدها على شكل حالة بذلك تكون رقيقة بعد طويل الحجوة نضيفه في نصف الدائرة وصلها للأطراف ونأخذ كمية الجبن اي نوع الجبن سواء جبن صندويش او اي نوع الجبن مفروم نرد العجينة على هذه الحشوه وضعها فوق من الحشوه والعجينة الطرف الاخير يبقى دائما نضيفه حتى نضيفه الفطيره نضيفه نضيفه سوف نضيفه نضيفه ونضيفه 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 ونهزه ونضيفه تجربة طواد الفران سواء مفرش او دهنينه نكمل بنفس طريقة نضيف كمية الحشوة نضيف كمية الحشوة متساوية نضيف كمية الجبن نضيف الكلمة نفعل كمية حشوة نضيف كمية الحشوة نضيف الكلمة نضيف الكلمة نضغط طول الجوانب نضغط طول الجوانب وضع الطوى الفران سعيدة الصخير أمضاج الطوى نضغط طول الجوانب وقطرة حليب نغطيهم كاملين بالبد ونرشهم بشوية الجبن سواء الشدر او الايضام او المدذر كمية بسيطة الجبن كمية بسيطة الجبن كنوزعة فوق من هذا الفطائر كمية بسيطة الجبن كنوزعة فوق من هذا الفطائر ثم نضعه بشكل عشوائي من طبيعة الحال اختياري ممكن نضيف الفلافل من فوق ممكن نضيف الزيتون الاسود فقط او ممكن تكتفيوا بالجبن فقط انا بالنسبة لي اجاني هكا احسن زيتون مع ماطيشة مع الجبن جو رائعين واخر حاجة نضيف كمية من الزعتر ونرشهم بسيطة جيد ندخلهم مباشرة الفران ندخلهم مباشرة الفران يكون سخون جيد والنار كتكون متوسطة لا تكون نار ضعيفة ونشعلهم من الاسفل حتى يبنوا من الأعلى لتحمرهم من وجه لا يأخذوا وقت طويل هذا الشكل نخرجهم من الفران يجيو رائعين كيف تشوفوا ما شاء الله يبنوا لكم من فوقين مهوية من الداخل عجينة كثيرة عجينة اللي يرقيق ولكن يجيو من فوقين وريحتهم نقول لكم ريحة يكونوا عاطين في الدار والماداق ولا اروع الماداق بنان بنان بزاف ونشاء الله إذا جربتم اكيد يعجبكم العجينة قطنية كيف تشوفوا معي كيف نضغط عليها قدامكم باش نوريكم كيف دايرين يعني مفشفشين وخفاف كيف لقطن وكالعادة غنقطعهم لكم باش تشوفوا من الداخل كيف دايرين كيف تشوفوا البطرة رقيقة بزاف الحشوارة بينها ومن الداخل كيف تشوفوا من الداخل من غرب الهوى ممتاز إن شاء الله إذا جربتم كونوا على يقين ستعتمدهم خصوصا فرمضان بما أنه قريب يدخل علينا بصحة والسلامة إن شاء الله وقدروا تديرهم في جميع الأوقات كان هذا فيديو داير اليوم نتمنى إعجابكم لا تبخلوا شغلية بلايك أو جيم شاركوا الوصفة مع الأهل والأصدقاء وإلا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ديرين لا تنسوا تشتركوا ونقول لكم خليتكم على خير نشوفكم في فيديو مقبل إن شاء الله وإن الله مع وصفة جديدة إلى اللقاء